السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا ثامن اليوم ان شاء الله رح اراجعكم في الاعداد الطبيعية والمجموعة تخليكم معي بس انا حاسس بالسعادة دايما لاني دايما راضي انا دايما بحس بالعيد كل لما فلوسي بتزيد ولكن عيبي الوحيد اني عاوز المزيد والمزيد انا كنت فعلا فاضي ولكن بالتحادي مع اخي سعيد حسيت فعلا بالعيد وبقيت انسان مفيد اصغر عدد طبيعي هو طبعا السفر يا راضي اجمر عدد طبيعي هو لا يوجد لأن الاعداد الطبيعية مجموعة غير منتهية لو فرضنا يا صف ثامن المجموعة عين هي عبارة عن الاعداد الاتية طلعي بتبلش من واحد واطلعي في الاعداد المجبه واحد اثنين ثلاث اربعة وهكذا طبعا ما لها اي نهاية فهذه المجموعة رح تكون مجموعة غير منتهية اذا مجموعة الاعداد المجبه اللي بتبلش من الواحد الى ما لا نهاية مجموعة غير منتهية لو عملنا معها اتحاد مع المجموعة صفر نشوف شو رح يكون عنا الناتج رح يطلع عنا الناتج هو عبارة عن مجموعة صفر واحد اثنين ثلاث اربعة الى ما لا نهاية هاي المجموعة مجموعة بنسميها طا شو يعني طا طا هي عبارة عن مجموعة الاعداد الطبيعية وهي مجموعة غير منتهية مثل ما احنا بنعرف لانه ما في عدد معين من العناصر محدد لها تمام بتبلش من الصفر الى ما لا نهاية طيب خلينا نشوف الامثل الاتية ضعي الرمز المناسب في الفراغ ينتمي او لا ينتمي يحتوي ولا يحتوي خلينا نشوف بحكينا واحد صفر ايش علاقته او ايش منقدر نحط بالفراغ بالنسبة لطا طلعي عالصفر بدي اشوف هل هو عبارة عن عنصر ام مجموعة نعرف انه اللي ينتمي او لا ينتمي علاقة عنصر بمجموعة واللي يحتوي ولا يحتوي علاقة ايش مجموعة بمجموعة تمام هلا الصفر عندي هو عبارة عن ايش عبارة عن عنصر احسنتم اذا عنصر بمجموعة فبدي اطلع هل هو ينتمي او لا ينتمي فبدي اشوف طب الصفر هل ينتمي الى طا نعم احسنتم ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية اذا بحط اشارة لينتمي اذا صفر ينتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية لانها علاقة عنصر بمجموعة خلينا نشوف المثال الثاني لو حكيت لك المجموعة صفر شو علاقتها بالمجموعة طلعين صفر حطناه بين حصرتين بما أنه بين حصرتين فهون صار عبارة عن مجموعة بطل عنصر كما في المثال الأول هون مجموعة فبدي أشوف علاقة المجموعة الصفر بالمجموعة ط بمجموعة الأعداد الطبيعية إذن بدي أستخدم يحتوي أو لا يحتوي هو محتوى في ط إذن المجموعة صفر محتوى في المجموعة ط خلينا نشوف المثال الثالث سبع عشر هل تنتمي شو علاقتها لا طا هلأ بما إنها سبع عشر مش موجودة في حاصرتين فهي عبارة عن إيش؟ عن عنصر أحسنتم وليست مجموعة فإذا أنا بدي أطلع على إشارة ينتمي أو لا ينتمي هل السبع عشر تنتمي إلى طا أكيد لا تنتمي لماذا؟ لأنه سبع عشر مش عدد صحيح وطا فقط هي عبارة عن الأعداد الصحيحة اللي بتبلش من صفر والأعداد الموجبة فقط طيب خلينا ننجي لهذا المثال اللي هو المثال الرابع اثنين على ثلاث هل ما هي علاقته بطا هو لا ينتمي إلى طا لأنه عبارة عن كسر وطا لا تحتوي على الكسور طيب خلينا نشوف عشر على ثنين شو علاقتها لطا عشر على ثنين عبارة عن عنصر إذن بس بقدر أختصر البسط مع المقام العشر مع الثنين إذا اختصرنا البسط مع المقام رح تصير عشر تقسيم الثنين يساوي خمسة رح يطلع معنا عدد صحيح وهذا العدد ينتمي إلى طا الخمسة تنتمي إلى طا لأنها عبارة عن عنصر وطا مجموعة إذن علاقة العنصر بالمجموعة بتكون علاقة انتماء أو لا تنتمي لكن الخمسة عدد صحيح فهو ينتمي إلى طا عدد صحيح موجب فهو ينتمي إلى طا نعم هلأ خلينا يصف ثامن نيجي لهذا السؤال من نحط صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة واحد المجموعة سبعة هل تنتمي إلى طا عدنا مجموعة ومجموعة شو العلاقة بينهم هل يجوز أحكي هل بجوز أني أحكي علاقة انتماء بينهم أكيد ما بيصير لازم العلاقة تكون علاقة إيش احتواء إحنا حكينا الانتماء لعنصر بمجموعة أما الاحتواء فبتكون مجموعة بمجموعة إذن هون لازم علاقة احتواء فالعبارة خاطئة أرقام ينتمي إلى طا هايو المليون بيحكي لك مكون من سبع أرقام هل هو أصغر عدد مكون سبع أرقام نعم أصغر عدد مكون سبع أرقام لا ينتمي إلى طا لا ينتمي إلى طا المليون ينتمي إلى طا فإذن هاي الجملة خاطئة نجي لآخر جملة اللي هي الخمسة مجموعة الأعداد الطبيعية مجموعة غير منتهية نعم